هذا وتحتفل مصر غدا باليوم الوطني من قلب ساحة الوصل بمدينة اكتبو دبي 2020 وذلك بتشريف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناع نيفين جامع إلى جانب عدد كبير من مسؤولي مصر والامارات من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناع أن اليوم الوطني لمصر يأتي امتدادا لفعليات الجنح المصرية والتي تتيح لزوار الاكسبو فرصة جيدة للتعرف عن كثاب على مصر بتاريخها العريق وإنجازاتها الحالية واستشرافها للمستقبل بما يعكس ثقل مكانة مصر بمحيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي كما أوضحت جامع أن عدد زوار الجنح المصري تجاوز 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من افتتاح الاكسبو نظرا لتميزه باللمسة الحضرية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة لافتة إلى أن مشاركة مصر في أكسبو 2020 دبي تعد الأكبر والأبرز لمصر في أكسبو على مدار تاريخه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر